السلام عليكم كوب الشاي احيانا تضع فيه سكر وتنسى انك تقلبه فيظل مرا فواجب عليك انك تقلبه لكي يحلو طعمه كذلك بعض البشر محتاج انك انت تقلب بالافكار وتذكرهم وتنشط فيهم الدوافع الايجابية يحلو وينتج افضل ما عنده امس كنت في الجامعية السوق يعني ووجدت احد الاشخاص ماسك بزجاجة بيبسي مشروب غازي بيبسي فقلت له يا اخي دي مقاطعة وانت تعلم ما يحدث لاخوانك الان وكذا 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 والله بدون ما ابذوا الجهد وبدون ما ندخل في نقاش الرجل كان سريع الاستجابة وذهب واتى باخرى طلعت ايضا مقاطعة فقلت له على فكرة دي كمان مقاطعة فرجع وجاب مشروب طبيعي من صناعة عربية يعني وقال لها استأذنك اخذ منك رقمك علشان ترسل لي كل ما هو مقاطعة لاني ما عنديش علم كافي بالمقاطعة فالناس فيها خير بس محتاج اللي يذكرها ومحتاج اللي هو يقلب الايجابيات والاشياء الجميلة اللي فيها من باب ولتكوا منكم امة يدعونا الى الخير ويأمرونا بالمعروف وينهونا عن المنكر وولاك هم مفيحون بعض الناس بينحرج ان هو ينصح غيره أو كده ولكن علي نفسي وخلاص انا عارف ان دي مقاطعة فها قاطع لكن مليش دعو بغيري لا يا جماعة لازم يكون لنا دور بان احنا نذكر الناس لان في بعض الناس فعلا ما عندهاش افكار كاملة وما عندهاش دراية عن بعض الامور فلازم ان احنا نذكرها لكن الناس كلها عارفة اللي بحصل في غزة وهيكون سهل جدا انك تتناقش معاهم او انك توصل لهم فكرة معينة من غير تعب ومن غير ارهاق انا جيت في مرة في السوق وقفت في طبور كامل وناديتلي الكاشير بصوت عالي وقلت له لو سمحت يا دي مقاطعة لكي اوصل للجميع بان المقاطعة ده امر ايه واجب ولم يستنكر احد حتى بعينه او برد فعله هذا الامر فلابد ان احنا نساهم ونشارك جميعا في نصر اخواننا بهذه الامور والله سبحانه وتعالى غالب وغالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون جزاكم الله خيرا وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته